بالغلط وزارة الهجرة كاتبة انه عادوا نفرين او ثلاثة الى جرفة الصخر تعرف تيجي جهات امنية يعني هذا الكلام موثوق من وزارة الهجرة تيجي جهات امنية تقوم تعالوا هذو الاثنين او الثلاثة شون جوي شون رجعوا من يسمحوا لي مرجعون يابقى لهم والله ترى غلط بالاجراء يعني غلط بالسيستم صار فهو محد راجع يقوم لا مايصير هذه المنطقة مايحد يرجع لها انتو كاتبين بالجدول العودة بانه عادوا اثنين نفرين او ثلاث نفرات الى جرفة الصخر فسيد الكريم من اللي يمنع تمنع جهات كثيرة يعني على سبيل المثال في بعض مناطق دياله من بعض اللي يرجعوا هددوا بشكل واضح وصريح هددوا بانه اذا ادخلوا مناطقهم وشانت عادوا مجراءات امنية كاملة انه ما عليهم اي مؤشر امني ويرجعون هددوا بانه اذا اذا رجعوا اما سيقتل طفع او سيقتل وهذه يحتاج الى ارادة سياسية حقيقية انا تكلمت مع جهات امنية اه واجهات مسؤولة في الدولة يعني اولا يتكلم معاه يقول والله يرادلها اه قرار سياسي او يرادلها اجراء ميسر يعني احنا نقول لي ارادلها اجراء يعني مو زحمة مو زحمة اليوم انا عندي خمسمية وسبعة وثمانين ونصف الف عائلة نازحة معقولة وراء اربع سنين وخمس سنين من تحرير الارض العراقية لحد الان عندي خمسمية وسبعة وثمانين ونصف عائلة الف عائلة في المخيمات شو هالكلام هذا وانا في ازمة مادية وازمة اقتصادية كبيرة وازمة صحية اليوم المخيمات اصبحت مرتع للوباء والكيرونة اليوم دول الكلها الدول الكبيرة اليوم اطلقت سطاح المعتقلين في سجونها اليوم ما نقدر نطلق صراح المسجونين في المخيمات ترجمة نانسي قنقر